اشتركوا في القناة 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 لا بد ان يشهد ولا تكتب الشهادة ومن يكتبها فانه آثم قلبه وقالوا بان الساكت عن الحق شيطان اخرص اللي عارف الحق وقدر يتكلم وقدر يبين كيقولك لا دخل سقراسي لاجلك هذا شيطان اخرص يستخدم لا بد اندخل وخير بميقى بعض المضايقات هنا وهناك الناس يخافوا من الشهادة يقولك غا يستنتقوني الناس للامن غا يستنتقوني الناس للمحكامة وشكونا على باشار هدوك بحالك بحالهم مهما على مقامهم رأهم باشار ما تخافش خاف خاف من الحق سبحانه وتعالى وربية غا يعطيك التبات ويعطيك اليقين والناس اللي يوم في الامن وفي القدارة راكين وناس من اكبر الفضلاء ومن اكبر الصلحاء ومن اكبر اهل الحق والعدل فاخي الفضل السعب الحق هاد سيدة مدام هي مضرورة وانت اجتماعها المعاناة ديلها وشفتي بعينيك الشقاء فلا مانع انك تلسق مع المحامية وتوقف امام القاضاء بكل احترام را عندك اجر وعندك تواب عظيم وإياك تخاف تخاف من القاضي وكيل المالي كرجل الامن هدوك الناس را معظمهم راهم فيهم الايمان واليقين هما فيهم كيعرفون صحيب الحق ويحترموك يقدروه ما تشعرش بي غادي يستنتقوني وغادي خاف وغادي وقع في حيصة بيس إياك هل تخاف كون رجول وخلي عندك اليقين وربي غادي عاونك وربي غادي عزك وراكين دايما من قانون تعويضات الالهية يقول لك الواحد انا غادي الواحد العمل وغادي خراسي في شموقات اش غادي شطلية غادي قول لك لا يا سيد الفاضل عندنا دوما ما يسمى بقانون التعويضات الالهية ربك يعودك من جهة اخرى اكيد هذا العمل ما قد تاخد فيها نقل جمل ولكن من جهة ثانية الله تعالى يعطيك فيه اجر وتواب وقد يكون سببا في ان الله يعطيك العزة والجلال وسببا في ان الله يفتح لك امواب الرزق المغلقة كل خير بإذن الله فاسأل الله ان يبارك لك ويحفظك ويرعاك ودائما نعلم بان الله تعالى معنا قادر على الخير يكفي ان الاسان يسعى في الخير وعمره بخاف دائما ان شاء الله ربك يبارك له وغد يحفظه وغد يرعاه وغد يبارك فيه فالله تعالى اسمه مالك الملك الله تعالى اسمه مالك الملك وهو سبحانه وتعالى قادر في كل وقت وحيد على ان ينصر المظلوم وهو القائل عن نفسه الزكية قال جل جلاله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ثلاثا ظالموا فالله هو مالك الملك قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير